أفضل عشرة عمليات هبوط لطائرات مذهلة مرحبا بكم جميعا هل كنت على متن طائرة ذات يوم وشهدت وجود رياح عاصفة وشديدة أو شهدت تعطل أحد محركة الطائرة إذا كنت قد مررت بمثل هذه التجربة فأنا أعرف أنه من أسوأ التجارب ولكن في مثل هذه المواقف يكون الضغط أكثر شيء على كابتن الطائرة الذي يضطر إلى بذل مجهود كبير وإظهار قدراته الاحترافية لكي يتخط هذا الموقف الصعب ويهبط بالركاب سالمين في هذا الفيديو سوف نشاهد معا أكثر طائرات تهبط هبوطا مدهشا وخطيرا ولكنه ينتهي في أمان وسلامة ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وأن تتابعوا قناتنا وتفاعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد الهبوط في نهر هينتسون قد يبدو الأمر هينا لكن الحقيقة هي أن أحيانا يتسبب البط أو الطيور المختلفة في حادث هوائي الطيور المحملة بركاب من الولايات المتحدة إلى الهبوط الاضطراري في نهر هينتسون بعد أن هجم سرب كبير من الإوز على الطائرة وهذا ما أدى إلى عطل محركاتها فتواصل الطيار مع برج التحكم ولكن بعد ثوان قليل أدرك الطيار أن الطائرة لن تتمكن من الطيران بعد هذه الثانية فلم يكن أمامه طريقة سوى الهبوط في نهر هينتسون لكي يحمي حياة الركاب الموجودين على متن الطائرة وعلى الرغم من هلع الركاب إلا أنهم جميعا خرجوا من هذه الرحلة على قيد الحياة بفضل الله عز وجل أولا وبفضل الكابتن الطيار الذي ساعده سرعة بديهته وتصرفه الطائرة المشردة نذهب جميعا لمدينة الملاهي لكي نشعر ببعض الحماس والإثارة ولكن ركاب هذه الطائرة الذين يبلغ عددهم 737 راكبا اضطروا إلى الهبوط مسافة 3000 متر من طائرة لا تمتلك سقفا والرياح في مواجهتها وفي هذا الوقت كانت الطائرة تطير بسرعة 330 ميلا في الساعة وقد كانت هذه الرحلة قصيرة تنقل الركاب بين مدينتين ومن المفترض أن الرحلة كانت تستغرق 35 دقيقة وما حدث في الدقيقة الثالث والعشرين غير كل شيء إذا أن الركاب وجدوا أنفسهم من دون سقف في درجة حرارة تصل إلى 40 درجة تحت الصفر فحاول الكابتن طيار على الفور الهبوط بالطائرة بسرعة كبيرة جدا لكنه بقدرته الاحترافية تمكن من الهبوط إلى أرض خضراء بالركاب سالمين دون أن يفقد أحدا منهم الهبوط على الشاطئ نذهب جميعا للشاطئ لنستريح ونستمتع بالجو الهادئ والمنعش لكن ما حدث في شاطئ ماهو بجزيرة سان مارتن كان مختلفا تماما يقع هذا الشاطئ بالقرب من المطار الدولي حيث تطير الطائرات فوق هذا الشاطئ ببطء شديد وعلى مسافة قريبة من الأرض وتحذر السلطات المسؤولة في الجزيرة كل زائر الشاطئ بهذا الأمر قبل دخولهم وقد أدى ممر الطائرات القصير الموجود بهذا المطار إلى اقتراب الطائرات من الأرض كثيرا لدرجة أنه أحيانا يصل ارتفاع الطائرات إلى عشرة أمتار فقط وهذا أمر خطير جدا على الأشخاص المتواجدين بالشاطئ طائرة بلا مقدمة هذه هي القصة الخاصة بالأبطال الحقيقيين في السابع والعشرين من شهر يوليو عام 2017 تمكن الطيار الأوكراني أليكساندر من الهبوط في مطار إسطنبول بتركيا بطريقة لا تصدق حيث كانت الطائرة تطير من إسطنبول إلى قبرص على ارتفاع أربعة آلاف قدم عندما أدت القطع الثلجية إلى انكسار مقدمة الطائرة ونافذة مقصورة الطائرة فقرار الطيار أن يعود إلى إسطنبول ليحمي حياة المئة وأربعين راكبا المتواجدين معه على الرغم من كسر الزجاج نافذته إلا أنه تمكن من الهبوط بأمان وأظهر في ذلك احترافية لا مثيل لها إذ أنه هبط بالطائرة من دون أي توجيهات الطيار في الخارج من الصعب جدا أن تجد شخصا تمكن من الصعود إلى سقف الطائرة لكن هذا لا يعني أنهم غير موجودين في عام 1990 قاد الطائرة تيم لانكستر من المملكة المتحدة إلى إسبانيا وقد كان ارتفاع الطائرة 16400 قدم وفي لحظة قرر الطيار أن ينهض من مكانه فانكسرت نفذته وسحبه الضغط خارج الطائرة ولكنه ظل عالقا بشيء ثابت بالطائرة حتى أصبح نصفه العلوية خارج الطائرة ونصفه السفلي بالداخل حاول زملائه أن يسحبوه منه وبالفعل هبط إلى أقرب مطار يمكنه الهبوط فيه على الرغم من أن تيم كان مجمدا بالفعل ويعاني من إصابة كثيرة بذراعيه إلا أنه ظل على قيد الحياة وعاد إلى عمله بشكل طبيعي بعد فترة تعافي استمرت خمسة أشهر بعد التحري عن الأمر اكتشفوا أن عامل الميكانيكا قد أخطأ ووضع مسمارا غير مناسب مع نافذة الطائرة فأدى الضغط الشديد بتلك الارتفاع إلى كسر النافذة السحابة الدخانية كانت هذه الطائرة تطير رحلة طويلة من لندن إلى نيوزيلاندا وقد هبطت الطائرة بكوالا لنبور لتستريح مؤقتا ثم تكمل رحلتها وبعد دقائق من استكمال رحلتها حدثت كارثة داخل الطائرة حيث امتلأت الطائرة من الداخل بالدخان بينما وجد الطيار أن الطائرة تواجه من الأمام شرارات مضيئة سريعة جدا وقوية وبعد فترة قصيرة امتلأت الطائرة من الخارج بهذه الإشارات حتى توقفت محركات الطائرة فحاول الطيار ومساعده أن يعيد تشغيلها ولكنهم فاشلوا في ذلك في هذا الوقت كان الركاب جميعا بانتظار الموت حتى حدثت المعجزة وبدأت المحركات في العمل مرة أخرى ولو بشكل مؤقت حتى تمكنوا من الهبوط في مطار جاكارتا جيميلي غلايدر هذا اللقب يطلق على الطائرة في كندا قد هبطت هبوطا مذهلا فجأة والطائرة تطير على ارتفاع أربعين ألف قدم توقفت المحركات تماما فاضطر الكابتن إلى الهبوط الاضطراري ووجد أنسب مكان آمن ليهبط فيه هو ممر خاص بسبق السيارات لكن عند اقترابه من الهبوط الكامل توقفت كل الأضواء وانطفأت كهرباء الطائرة مع توقف المحركات هذا ما صعب الموقف كثيرا على الطيار ولكن بشجاعته وقدرته على تحمل المصاعب أوصل الركاب إلى الأرض بأمان دون أن يفقد أحدا منهم في مكان ما بسيبيريا في العاشر من سبتمبر عام 2010 هبطت طائرة روسية في أعماق غابة سيبيريا ما حدث أثناء الطيران هو أن الطيارة ومساعده فقد التحكم بالكامل بالطائرة وتوقف ضخ الوقود فيها وأصبح من المستحيل التحكم في أجنحة الطائرة ميكانيكيا لم يكن أمامهم أي امدادات سوى الوقود الاحتياطي الذي سيمكنهم من الطيران لمدة 30 دقيقة في هذه المدة حاول الطيار أن يجد مكانا مناسبا ليهبط فيه وبالفعل وجد ممرا إسمنتيا داخل الغابة فحاول أن يهبط عليه ولكن لم يستطع ضبط التحكم بالكامل فتحطمت الطائرة بعد هبوطها ولكن كل من كانوا بداخلها خرجوا بسلام من هذا الحادث الهيكل المعيب ماذا سوف تكون وردة فعلك إذا أخبرتك أن الطائرة بها عيوب في هيكلها الأساسي هذا ما حدث مع طائرة كانت متجهة لكازابلانكا التي لم تكن فقدت العجلة الأمامية بعد الطيران هذا بالإضافة إلى أن الركاب عانوا كثيرا في الرحلة من مطبة الهواء أو عدم اتزان الطائرة فاضطر كابتن الطائرة إلى الهبوط من دون العجلة الأمامية فأدى ذلك إلى تحطيم أجزاء من الطائرة عند الهبوط ولكن كل من فيها خرجوا بأمان وسلام يعتبر الهبوط في أثناء وجود عصفة شديدة من أكثر المواقف السيئة في عالم الطيران هذا ما حدث مع هذه الطائرة المتجهة إلى هامبورغ حيث أنها واجهت رياحا قوية جدا فقرر الطيار أن يهبط بطائرته لأن استمرار طيرانه بها سيحطمها ويميت من بداخلها على الفور عندما وجد مكانا مناسبا يهبط بدأ في عملية الهبوط فعكست معه الرياح ولم تمكنه من ذلك وقد أظهر الطيار شجاعة كبيرة جدا في إمكانية تخطيه لهذه العصفة الشديدة بالرغم من تحطم أجزاء من جناحي الطائرة وبالفعل تمكن من إيصال الركاب بأمان في النهاية أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم أراكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة